الزراعية مباشر مع سامح عبدالهادي بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وحضراتكم طيبين القمح محصول الاستراتيجي الاول في مصر جهود كبيرة جدا بتقوم بيها الدولة من اجل رفع انتاجية الاراضي الزراعية من محصول القمح بدءا بتوفير الاصناف والتقاوي الاسمدة المعاملات الزراعية من خلال الحملة القومية لمحصول القمح ودورها الهام جدا في هذا التوقيت ودائما بقول الارشاد الزراعي في مصر حصل فيه نوع التطور دائما الفلاح بيسأل عن المرشد الزراعي هو فين احنا النهاردة ما عندناش ارشاد دي كلمة ممكن يقولها الفلاح لكن اقوله النهاردة الارشاد حصل فيه تطور نوعي انت النهاردة عندك الحمالات القومية المحاصيل الاستراتيجية هي حقول ارشادية متواجدة على مستوى الجمهورية الحقل مسحته فدان تقدر تشوف فيه الاصناف والمعاملات الزراعية طرق الريء التسميد طريقة الزراع الجديدة خصوصا من القمح ولما جيه الفلاح يتعرف على طريقة الزراع على مصاطب كان من خلال الحفول الارشادية ده كله بيؤدي لرفع انتاجية الاراضي الزراعية وده واضح لو حبينا نعمل اي مقارنة ما بين انتاجية الارض النهاردة وما بين انتاجية الاراضي الزراعية من حوالي عشر سنين هنلاقي فيه فرق كبير جدا وان فيه زيادة في انتاجية الاراضي الزراعية اتباع السياسة الصنفية مهم جدا في هذا الموسم الحمد لله كان موسم مستقر ظهرت مشاكل في بعض الاماكن وتم حصرها والتعامل معها وده كان بسبب عدم اتباع السياسة الصنفية وده شيء حصل لكن هناك تعامل واضح من وزارة الزراع وتعامل جدي عايزين نتبع السياسة الصنفية عايزين نحاول ان احنا فيه مزارع يقولك ان الزراعة الصنف ده وجب معي نتيجة يبتدي يسأل علي الموسم اللي بعده ويبتدي خلاص هو مصمم على ده انا عايز اقولك ان فيه عمل مستمر في مركز البحوث الزراعية وفي الجماعات المصرية من اجل اصنباط سلالات واصناف مرتفعة الانتاجية مقاومة للامراض مبكرة النطج عشان توفر في المياه ده مجهود بيتم على مدار موسم كامل ما هواش مجهود بسيط بشكر كل العاملين والقائمين من قطاع وزارة الزراعة في هذا المجال زراعة القمح وبشكر الفلاح المصري بطل هذه المنظومة احنا وصلنا لوقت مهم جدا وهو عيد بالنسبة للفلاح وبالنسبة لمصر هو وقت الحصاد دهب الاصفر مهم جدا ان احنا نعرف ايه هي الضوابط السعر بقى 685 جنيه وتم الاعلان عنه للاردب ضوابط الاستلام الاماكن تطوير الشون والصوامع الجديدة التي دخلت للمنظومة الزراعية في بعض المحافظات الفلاح بيتكلم على ان هو عاوز يشوف فيها اماكن جديدة للتوريد في ايضا روابط او اماكن لتجميع القمح من الحيازات الصغيرة وده يوفر على المزارع اللي عنده عشر عشر اريد او نصف الدان ان هو يقدر يورد الامح بتاعه للجمعية وبالتالي دي هتوفر عليه تكلفة النقل هتوفر عليه المشقة ويقدر ان هو يستفيد مادين خطوات كتيرة جدا والساعدات من جانب وزارة الزراع وزارة التموين من اجل نجاح موسم توريد القمح برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعي وبشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة